باعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لبرقية تعزية ومواساة إلى معالي المستشار الألمانية السيدة إنجلا ميركل ضمنها سموه خالص تعزي وصادق مواساته في حادث الدهس الذي استادف سوقا لأعياد الميلاد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وعبر سموه عن استنكاره الشديد لمثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تستهدف أرواح الأبرياء والتي تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية كما عبر سموه في برقيته عن خالص تعزيه ومواساته لأهالي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الاعتداء الآثم